شاركت شيخة بدور بن سلطان القاسم رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين في الجلسات الرئيسية المعنية برسم استراتيجيات قطاع النشر العالمي التي نظمها الاتحاد الدولي للناشرين خلال مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مارد بولونيا لكتاب الطفل وجمع فيها نخبة من الخبراء وممثلي أسواق النشر العالمية وكبار الناشرين ورؤساء الجمعيات والاتحادات الدولية العاملة في قطاع الانتاج المعرفي والإبداعية وأكدت الشيخة بدور القاسم خلال جلسة حملت عنوان تقييم إلى أين يتجه قطاع النشر العالمي على أن أبرز الأولويات التي يجب العمل عليها لضمان مستقبل أكثر نموا لصناعة النشر في العالم تدجسد في حقوق الملكية وحرية النشر والاستدامة والتنوع والإدماج والتكنولوجيا والابتكار مستعرضة المبادرات الجديدة التي أطلقها الاتحاد لضمان تعزيز استدامة قطاع النشر العالمي وتمكين الجهات المعنية بصناعة الكتاب من التعافي والانتعاش في مرحلة ما بعد كورونا وأكدت الشيخة بدور القاسم خلال جلسة نقاشية حملت عنوان أضواء على إفريقيا المبتكرون في قطاع النشر الإفريقي أن الاتحاد الدولي للنشرين سيستمر بدعم نشر القارة الإفريقية لتعزيز وإثراء النشر باللغات الأصلية واختتمت رئيسة الاتحاد الدولي للنشرين مشاركتها في فعاليات المعرض بكلمة ملهمة في جلسة حوارية بعنوان ريادة المرأة في النشر نظمها ملتقى بابلس هير الذي أسسته الشيخة بدور القاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في قطاع النشر حيث شددت على أن التنوع والإدماج أصبح شرطا ضروريا لنمو واستدامة صناعة النشر مؤكدة أن الملتقى سيواصل تمكين المرأة العاملة في صناعة النشر ترجمة نانسي قنقر